انتو عارفين طبعا من يوم ما ابتدين هذا البرنامج من اربع سنين او اكتر دايما نبدأ بمشاكل انسانية قبل ما نخش في المشاكل الطبية فبنحتم جدا بالرسائل الانسانية طب انا هجاوبها بايه بخبرة عمري خبرة عمري انا دكتور بقالي اكتر من خمسة وخمسين سنة المشاكل دي انا قبلتها وشفت حلولها وشفت ايه اللي حصل لو ما حلنهاش او ما تدخلناش فحنبدأ باول رسالة جات لي طلبت عدم ذكر اسمها سيدة طلبت عدم ذكر اسمها وبعت رسالة جميلة جدا 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 لها اجابة شافية هقولها لها وحسمع اللي معها في المشكلة حماتي دايما بتتهمني باهمال زوجي وبيتي رغم اني زوجي دايما يشيد بيه وباهتمامي بكل كبيرة وصغيرة بل وكثير ما يشيد بيه امامها لكنها تصر على رأيها وانا لا اعرف ماذا افعل يعني ايه القصة يعني قصة حمى بتحاول تهين مرات ابنها اما قدام الناس او لوحدها او يعني اهانة دائمة يعني طبعا شقين كبار جدا الشق الاول شق الام الذي نحترمه تماما والشق التاني شق الزوجة وحقوقها فانت واقف بين شقاي راحة بينهم يعني حتى الابن حيعمل ايه ويا ما افلام عربي اتكلمت في هذه النقطة وطبعا ما ننساش مريمونيب كات حمى حمى ولا ننسى ولا ننسى افلام كتيرة جدا انت عملت في هذه الرسالة انا اقول لصاحبة الرسالة غالبا جوزك هو ابنه وحيد غالبا وامه بتحبه زيادة عن الزوم وسيادتك ختيه طبعا كل ده حلال وما فيوش اي خطأ لكن انا هنبهك لحاجة مهمة جدا 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 سمعت على حد بيقول انا فلان بكرهه عشان بغير منه سمعتيها لا سمعتيها ولا حتسمعيها مفيش انسان في الدنيا يعترف لنفسه ان كراهيته لفلان لانه بيغير منه خالص عمرك مهمة سمعيه عشان كده دايما نقول لكل شيء سببين سبب حقيقي وسبب يقنع بالناس سبب حقيقي وسبب يقنع بالناس مثال انا بتغدى والمخرج الجميل اللي انا بحبه جدا سامح معدي تفضل يا سامح تغدى معي دخل لاني باكل بطاطس كالي تاني يوم سامح معدي لاني بتغدى دخل لاني باكل بطاطس كالي تالت يوم بطاطس ربيعون بطاطس لو سامح سألني ايه دكتور حسام حكاية البطاطس دي اما جاوا بقوله انا بحب البطاطس يقدر يكذبني مقدر انا بحب البطاطس باكل كل يوم بطاطس انا حر الوقع مش كده انا اعلنت السبب المقنع بحب البطاطس لكن السبب الحقيقي انا اخفيته لنفسي اللي اقدر اقوله لنفسي فقط انا عندي شوال بطاطس جاي من البلد وبخلصه قبل ما يعفل لكن ما اقدرش اقولي سامح انا حاوكل البطاطس كل يوم عشان عندي شوال بطاطس بخلصه اعلنت السبب المقنع الذي يقنع اي حد تب تاكل البطاطس كل يوم ليه بحبه والسبب الحقيقي خليته النفسي لا يمكن يا بنتي هتسمعي من حد انا بكره فلان عشان بغير منه انا بكره عشان مهمل انا بكره عشان مش مهتم انا بكره عشان بيعلي صوته حيقول اي سبب تاني الغيرة ملهاش حل ملهاش حل يعني قضية في حياتنا اليومية ملهاش حل طيب هنحلها ازاي هنحلها باعادة البناء نفسي واخلاقي لهذا البناء انا لا اعيب في حماتك حاشا لله ولا اعيب فيك لكن دي ظاهرة كل يوم بتحصل هي انت خدت ابنها فعندها شيء من الغيرة كبير جدا جدا وعند ناس كتير جدا مش انت بس طب هتقول ايه انا غيرانا منك هتبقى فضيحة ومال هتقول ايه هتقول انك مهملة او 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 مع ان جوزك بيحبك جدا وشايف انك كويسة جدا انا كل ما انصحك به اعملي نفسك مش شايفة في حاجة في الاسلام جميلة جدا يا بنتي جدا اسمها التغافل تغافل وامرنا بيه عند اللزوم عند اللزوم فقط اتغافل يعني مثلا لقيت انا كنت مدير اسرعين موظف لقيته بيغلط غلط مايستهلش بس لو انا كلمته قد تنتهي ان ينتهي ينتهي هذا الموظف وهو موظف كويس جدا ممكن تتغافل مرة تتغافل كأنك مش مفتوش برضو تغافلي عن هذه التصرفات كأنك مش شايفة وابتسمي وقربي وحقولك اللي ربنا قالهن في القرآن ادفع بالتي هي احسن اللي بقى لك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تخيل بقى تخيل اللي بنيه بينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي احسن اوقيت رضي وانصح كل واحد السوشال ميديا دلوقتي كلها قذورات كلها قذورات والله واشتيمة وده بيعيف ده وده بدون علم بدون علم الشاطر اللي ميردش التغافل عن هذه التفاهات انت عملي كده هتلاقي نفسك كسبتي اوي 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 لماذا لانك مشيتي على ما امر بي الله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وخلي بالك بعد يا دغري زكرة الجنة وما يلقها إلا الذين صبروا شوفوا صبروا كأن ربنا بنزلك الآية دي وما لا يقرأ إلا ذو حظا عظيم لقال فلان اللي بيعمل شعائر فلان لا كل الحكاية انك انت ادفع بالتي هي احسن فلان بيسيء الي والله ما حرد عليه هتلاقي هتلاقي الامور تغيرت خالص طبعا هي طلبت عدم ذكر اسمها وانا جاوبته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة